عقب تشخيص إصابتها بفيروس إبولا في مستشفى جالسكو وصلت الممرضة البريطانية إلى مستشفى رويلفري في لندن حيث ستتلقى العلاجة الممرضة التي تعمل لدى منظمة سيف ذو شيلدرون أصيبت بالفيروس لدى عملها في سيراليون نقلها حظي بإجراءات أمنية وطبية مشددة لتفادي انتقال الحدوى كاتب الدولة البريطانية يقول الحكومة تعمل كل ما يجب القيام به من أجل حماية المجتمع البريطاني أنا راضي لأننا عملنا على إجراءات تدربنا عليها منذ أشهر ونعتمد عليها حاليا الممرضة نقلت إلى جناح معزول في مستشفى رويلفري وهو نفس الجناح الذي عولج فيه الممرض البريطاني ويليام بولي الذي شفي بعد ذلك من المرضى